اشتركوا في القناة وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن أيها الإخوة خلقنا على هذه الأرض لنعبد الله تعالى وليس ثمة شيء آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعبادة الله أن تقيم دينه أن تقيم شرعه أن تقيم أوامره في نفسك في بيتك في مجتمعك في أسرتك في مكان عملك في كل مكان يكون المسلم فيه عبادة الله أن تقيم أوامره وأن تجتنب نواهيه ثم بعد هذا إن عشت عشت حميدا سعيدا وإن ميت ميت حميدا حياتك خير لك وموتك خير لك تنتقل من سعادة إلى سعادة فتعالوا نجتهد ونجهد إن كنا مجتهدين في العبادة والطاعة فلنزدد اجتهادا وإن كان الواحد منا مقصرا فليعد وإن كان ناسيا فليذكر فإن الموت تخطف الناس من حولنا وفي يوم من الأيام سيترك الآخرين ويأتي بلا ريب إلينا وسنقف بين يدي ملك السماوات والأرض وسيسألنا عن الحرام هل تركناه وعن الفرائض هل أقمناها وعن النوافل ماذا فعلنا فيها سيسألنا عن دينه هل أقمناه في هذه الأرض أو أننا تركناه لغيرنا إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل على لسان أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون عنوان خطبة اليوم إن الله اصطفى لكم الدين الدين أيها الإخوة بالتعريف هو نظام إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم الحر لإسعادهم في الدنيا والآخرة هذه كلمات ستة تحت كل منها حديث طويل الدين بالتعريف هو نظام فيه نظام اعتقاد بماذا نعتقد بحضرة الله بالذات الإلهية بالأنبياء باليوم الآخر بما وراء الموت بالملائكة فيه نظام اعتقاد وفيه نظام تشريع كيف نصلي كيف نصوم كيف نبيع كيف نشتري كيف نتزوج كيف نتخاصم كيف نتحابب وفيه نظام أخلاق تحلي بالأخلاق الحميدة وتخلي عن الأخلاق المذمومة فالدين نظام فمن أخذ من هذا الدين شيئا وترك أشياء فما هذا بالدين هذا فوضى من قال أنا أخذ من الدين الأخلاق أما العقيدة أما الشريعة فلا لا حاجة لي بها هذا ليس دينا الدين نظام من قال أنا أخذ بالاعتقاد لكن لا أرضى بتحكيم الدين في مفاصل حياتي هذا ليس دينا من قال أنا أخذ بالعقيدة وبالتشريع لكن الأخلاق أتركها هذا ليس دينا الدين بالتعريف نظام إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه والأمر الثاني الكلمة الثانية هو نظام إلهي ليس نظاما بشريا ليس نظاما وضعيا ليس نظاما من صنع إنسان نظام شارعه لنا رب العالمين ملك السماوات والأرض نور السماوات والأرض قيوم السماوات والأرض جل جلاله إنه ربنا الذي يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الدين نظاما إلهي سائقا سائقا يعني أنه يقود أنه يحكم أنه يأمر أنه يدعو الناس إلى السير وراءه نظاما إلهي سائقا لذوي العقول المعتوهون فاقدوا العقول لا تخاطبهم الشريع من كان في عقله مرض من كان في تفكيره خلل يقر الأطباء بأنه ليس سويا لا يخاطبه الدين ولا تخاطبه الشريع الدين نظام إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم الحر لا يوجد إكراه في الدين لا يوجد تسليط قوة من أجل أن تأخذ إنسانا إلى عقيدة باختيارهم الحر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن سيتحمل كل نتائج اختياره إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقه سيتحمل أهل الهداية نتيجة اختيارهم وأهل الضلال نتيجة اختيارهم نظام إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم الحر لإسعادهم في الدنيا والآخرة إنما جاء هذا الدين ليسعد الإنسان إنما جاء هذا الدين ليسعد أهل هذه الأرض إنما جاء هذا الدين رحمة للعالمين إنما جاء هذا الدين ليسعد الإنس والجن إنما جاء هذا الدين ليحمل الناس إلى خير في الدنيا وينتقلوا بعدها إلى خير في الآخرة هذا هو تعريف الدين الآن الآية تقول إن الله اصطفى لكم الدين والذي يقول هذا الكلام في القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم ومن ورائه سيدنا يعقوب عليه السلام يا بني إن الله اصطفى لكم الدين الله اختار لكم الدين فهل ترضون أو تقولوا لا نريد دينا فلا تموتنا إلا وأنتم مسلم يفتتح المسلم نهاره أيها الإخوة إذا فتح عينيه للنور بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا وأصبح الملك لله مع إنه بيتك في ملكك وبالطابة مكتوب إنه لألك مع إنه الأرض مكتوبة بالطابة إنه لألك لكنه إذا فتح عينيه للنور يقول أصبحنا وأصبح الملك لله كل ما أملك كل ما أختار كل ما تحوزه يدي كل ما يعرض إلى فكري أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى يا أخوان الأمر لله فإذا أمرني آمر أمراً يخالف أمر الله أنا منذ أن أفتح عيوني أقول الأمر لله ثم يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وفطرة الإسلام العبودية لله تعالى والاستسلام لأمر الله تعالى والأخذ بدين الله تعالى أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً يعني مستجيباً لأوامر الله وما كان من المشرك ثم ينطلق المسلم نحو وضوئه وصلاته فإذا كبر تكبيرة الإحرام قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وجهت وجهي يعني وجهت ذاتي وجهت كلي لله تعالى حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنا مستجيب لكل أمر من أوامر الله لكل تشريع شرعه لرب العالمين أنا مستجيب للدين إن صلاتي ونسكي يعني سائر عباداتي ومحيايا ومماتي لله أنا عيشتي كلها لله لا شريك له لن أرضى أن يكون شريك مع ربي في عيشتي وبذلك أمرت وأنا من المسلمين يعني المستجيبين يدعو بعد صلاته في أدعية الصباح رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا أنا مستجيب لدين ربي وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة ويمضي المسلم يومه كما يحب الله ويرضى وكما يأمره دينه ويرضى حتى إذا تعب من عناء يومه وأدى حقوق ربه وحقوق الخلق وحقوق نفسه عاد لينهي يومه بقوله باسمك ربي وضعت جنبي في نهاية النهار يا رب أنا باسمك سأنام وباسم الله قام وباسم الله يعمل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين اللهم أسلمت نفسي إليك لن أخضع لن أستسلم لن أستجيب إلا لحضرة الله تعالى إلا لدين الله تعالى أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجى ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وهكذا يتقلب المسلم في ليله ونهاره بين استسلام لله تعالى وامتثال لأمره واعتراف بدينه وتمسك بشعائره وهو يقول كل يوم على أقل تقدير خمسا وثمانين مرة الله أكبر في فرائضه الخمس على أقل تقدير أقل مسلم بيننا يقول خمسة وثمانين مرة الله أكبر الله أكبر من أهوائي من شهواتي الله أكبر من أفكار دخيلة تريد أن تأخذني عن الله عز وجل ويسمع أصوات المؤذنين تصدح في سماء بلده بل في سماء الدنيا وسمعها الله أكبر ثلاثين مرة في كل يوم ويعلم المسلم أن للدين حكما عند كل حركة وسكنة منه فللدين حكم في زواجه وطلاقه وبيعه وشرائه وسفره وحضره وصلاته وصومه وترشيحه وانتخابه وفي جده وهزله وظاهره وباطنه وهو يجتهد أن يطبق أحكام الدين في كل ذلك فإن جهل شيئا من ذلك تعلمه ممكن المسلم يجهل وإن خالف شيئا من ذلك استغفر وعد ممكن اتزل قدمه بعد كل هذه المقدمة أيها الإخوة ترى هل يستطيع المسلم أن يفصل الدين عن الحياة؟ هل يستطيع؟ هل يستطيع أن يفصل المسلم الدين عن بيعه وشرائه؟ كيف هو يفصل وهو يقرأ أطول آية في القرآن الكريم؟ تتحدث عن المعاملات المالية عن الدين عن السلم في سورة البقرة كيف وهو يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثير تتحدث عن البيع والشراء؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من احتكر طعاما فهو خاطئ ثلاثة أن خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا استوفى منه العمل ولم يوفه أجره لا يستطيع المسلم أن يفصل الدين عن الحياة ولن يضبط الإنسان في سلوكه في سوقه التجاري وفي معاملاته المالية مثل الدين ألقى رجال الشرطة القبض على موظف مسؤول عن قمع السرقات في شركة كهرباء عامة في بلد عربي وهو متهم بقيامه بعدد كبير من عمليات سرقة الكهرباء الموظف المعني بمنع سرقة الكهرباء هو نفسه الذي يسرق الكهرباء لن يضبط الإنسان في معاملاته المالية مثل الدين مدير مصرف في بلد غربي وأحد موظفيه يختلسان من البنك ما يقارب المليون والنصف دولار خلال عام مدير المصرف المعني بالحفاظ على مال هذا المصرف هو الحرام الأكبر في هذا المصرف لن يضبط الإنسان في معاملاته المالية مثل الدين ذلك لا يستطيع المسلم أن يفك بين الدين وبين الحياة ترى هل يستطيع المسلم أن يفصل الدين عن الحياة هل يستطيع أن يفصل الدين عن زواجه وطلاقه كيف وهو يقرأ سورة في القرآن الكريم تسمى سورة الطلاق ماذا سيفعل بهذه السورة إذا قرر بأنني لا أريد أن يتدخل الدين في الحياة ماذا سيفعل في سورة الطلاق يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي تنظم علاقته مع زوجه وأصوله وفروعه تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أي أمرأة سألت من زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة اعدلوا بين أبنائكم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم فهل يستطيع المسلم أن يلغي هذه الأحاديث من أجل أن يفصل بين الدين وبين الحياة لن يستطيع أن يبني الأسرة ويحفظ عفاف الزوج وطهارة الزوجة مثل الدين ألم يأتكم الإحصاء الذي أخبر أن ثلث المواليد في أمريكا غير شرعيين وأن ربع المواليد في أوروبا مثل ذلك لن يحمي أسركم لن يحمي عفافنا لن يحمي طهرنا لن يحمي شبابنا لن يحمي بناتنا لن يحمي الأسرة مثل الدين فلا يستطيع المسلم أن يفك بين الدين والحياة ترى هل يستطيع المسلم أن يفصل الدين عن علاقاته مع أبناء وطنه من كان منهم مسلما ومن كان منهم غير مسلم كيف وهو يقرأ سورة في القرآن الكريم من طوال السور يقرأ باسم عائلة السيد المسيح كتب هذا الرجل رجل الدين يقول إنهم عن المسلمين عن الذين لا يفكون بين الدين والحياة قال إنهم يمتازون بالعدل وضع هارون الرشيد جميع المدارس في بغداد تحت إشراف يوحنى بن مساوي يعني وزير التعليم ووزير التربية ليس مسلما قرب الخليفة المتوكل عباسي حنين بن إسحاق النصراني يترجم له الكتب فيعطيه وزنها ذهبا درس البابا سيلفستر الثاني في جامع قرطبة في الأندلس يذكر الجاحظ في إحدى رسائله المهنة المهمة التي عمل بها غير المسلمين في المجتمع المسلم يأخذون منها حقهم وحظهم قال إن منهم كتاب السلاطين وفراشي الملوك وأطباء الأشراف والعطارين والصيارفة بل إنهم ترقوا في وظائف الدولة المسلمة ليحظوا حينا بالوزارة وحينا برئاسة الوزارة وما ذكر فارس الخوري عنا ببعيد لا يستطيع المسلم أن يفك بين الدين والحياة ونحن في هذا البلد السورية نعيش أيها الإخوة شراكة حقيقية مع أبناء عمومتنا النصارى فهم أبناء السيد المسيح ونحن أبناء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء إخوة أبناء علات هل يستطيع المسلم أن يفصل الدين عن حزنه وسروره وصومه وصلاته وعسره ويسره كيف وهو يقرأ قول الله تعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى مفهوم المخالف لهذه الآية أنزلنا عليك القرآن لتسعد هذا الدين لإسعاد الناس في الدنيا والآخرة وفصله عن الحياة يعني فصل السعادة عن هذه الحياة وفصل الخير عن هذه الحياة فضلا أن المسلم بالأصل لا يستطيع الفصل يقرأ المسلم قول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قال المفسرون إِلَّا لِيَسْعَدُوا بِعِيْتِي يقرأ المسلم وَنزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين من هنا أيها الإخوة لا يستطيع المسلم أن يفصل بين الدين وبين الحياة وإن بلادا بعيدة أرادت يوما كف الدين عن حياة الناس واتبعت فلسفة تقول الدين أفيون الشعوب ذهبت الفلسفة وبقي الدين انتهى الحال بهذه البلاد إلى التفكك والسقوط وتحولت إلى أطلال دول لأنه بالخبز وحده لا يحيى الإنسان الأمر مُو بس اقتصاد والأمر مُو بس مصاري والأمر مُو بس رفاخ بالخبز وحده لا يحيى الإنسان إنما عليه أن يروي أيضا ضماءه الروحي وبحث فطرته عن حقيقة وجوده في هذه الأرض وعبوديته لله وحده فحتى إذا امتلأت معيدة الإنسان فإنه سوف يظل يعيش خواءً أو فراغًا يجعل حياته عديمة المعنى والجدوى وإن بلادًا أوروبية فصلت بين ما هو ديني وما هو دنيوي فكان ماذا؟ لقد انتشر الانحلال والفساد الأخلاقي وتهافت الناس على إرضاء ملذاتهم ورغباتهم الغريزية الأمر الذي أدى بالنهاية إلى حدوث شرخ في بنية تلك المجتمعات ظاهرها فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب فتقوضت مؤسسة الزواج والأسرة وتخلخلت قيم احترام الكبير والعطف على الصغير واحترام القيم والعادات الحسنة وباتت الأنا هي الحاكمة بين الناس فلا الدول التي أرادت أن تمح الدين أصابت ولا التي أرادت أن تفصل بين ما هو ديني ودنيوي نجحت ونحن أيها الإخوة بفضل من الله مع كل ما نعانيه من أزمات وشدائد واعتداء من دول قريبة أو بعيدة نعيش في هذا البلد حياة الإيمان كنا على هذا وسنبقى بإذن الله تعالى نجتهد أن نعمر الدنيا بما يزيد آخرتنا عمراناً يتلى القرآن آناء الليل وأطراف النهار ويدرس حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعلم أبناءنا الدين في مدارسنا وفي مساجدنا وفي بيوتنا يحكم علاقاتنا الأسرية قانون الأحوال الشخصية السوري المتطابق مع الشريعة الإسلامية تطابق الكف مع الكف وليس بعيداً عن هذا الوقت أرادت الصين أن تضع قانون أحوال شخصية لشعبها فدرست لجانها قوانين الأحوال الشخصية في العالم فوجدت أن قانون الأحوال الشخصية السوري هو أفضل قانون على وجه الأرض لحماية الأسرة اليوم فخاطبت الحكومة السورية التي خاطبت جامعة دمشق وقسم الأحوال الشخصية فيها خاطبتها لإرسال خبراء لمساعدة الصين في وضع قانون أحوال شخصية للمسلمين في الصين ومن ثم من بعد لكل الصينيين نحن بفضل الله في هذا البلد أيها الإخوة يحكم علاقاتنا الأسرية قانون الأحوال الشخصية السوري المتطابق مع الشريعة والفقه الإسلامي ونفخر أن دستورنا ينص على أن الفقه الإسلامي مصدر من مصادر التشريع في هذا البلد وأن دين رئيس الدولة الإسلام وهذا تعبير عن حالة ديمقراطية تنم عن رأي الأكثرية وهي حالة ديمقراطية حقيقية تتلاقى الأيدي وتشتبك الأكف وإن كنا نخطئ أحياناً ونقصر أحياناً ولكننا نعود لنفيئة إلى أمر الله أيها الإخوة كثير من الخطب التي تسمعون هي من أجل أن تعملوا لكن هذه الخطبة لأجل أن تعلموا أن الله استفى لكم الدين فالإنسان هو الإيمان إذا بروح الإيمان ما عدتش في إنسان يتحول الإنسان إلى وحش يتحول الإنسان إلى كتلة غرائز وشهوات يريد أن يحصل عليها الإنسان هو الإيمان ومن دون الإيمان تضعف بل تتهاوى الأوطان ورحم الله محمد إقبال عندما قال إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرين وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن نصل العلا متفرقين أيها الإخوة في الختام إذا كان الله تعالى اصطفى لنا الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإنا نرضى بما يرضى الله ونأبى ما يأبى الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله ترجمة نانسي قنقر